بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدان احنا عندنا تغيرات كتيرة حصلت في حياتنا ومع التغيرات دي بقى في بعض الجلساء بقوا مهمين عارف حضارك كده زي ما يبقى تيجي وزارة كده تبقى في وزارة سيادية بسبب الظرف اللي احنا فيه كذلك فيه جلساء بيبقوا جلساء سياديين ليه بيبقى جلس جلس سيادي كده يعني ايه سيادي بنصرف فيه اكثر الموارد ونهتم بيه انا الجليس دي بنتكلم عنه النهاردة ده جليس بيخلينا نشوف حقيقة وجودنا اه ايه ده ده يبدو ان الكلام عن حد مهم وبيخلينا نشوف جمال ما اوضاعه الله سبحانه وتعالى فيه من اسرار والجليس ده بيمنع عننا احساسنا بالفراغ والضياع والشتات وبيخلينا حسين بالثبات على الارض وان احنا عندنا معنى يخلينا عايشين ويعلمنا الاتزان ويخلينا نعيش بالحقيق ونعتز بيها وان احنا لينا مستقبل ولينا احترام ولينا مكانة ولينا كرامة الجليس ده طالما هو موجود احنا حسين بأمان شويتين تلاتة ولما بيضيع مننا بنحيث ان احنا مهانين الجليس ده هو ايه بقى؟ معرفة الهوية والتمسك بيها اه ايه حكاية الهوية دي بقى؟ الهوية جامل ان هو لما الانسان يحب يعرف نفسه فيعرف نفسه كده احنا بنتكلم عن ان احنا نعرف الهوية ونتمسك بيها ايه اللي خلينا نتكلم عن ده؟ لان الهوية دي هي اللي بتشكل بيها كل حاجة بتشكل بيها تفكيرنا ورؤيتنا للحياة وغايتنا واهدفنا واختياراتنا حتى واسلوبنا في الحياة وتعبرنا عن انفسنا ولذلك كان اهل الله دايما يقول ايه من عرف نفسه عرف ربه يبقى ايه اللي حاصل؟ ولذلك حضرت النبي علمنا طول الوقت بهويتنا افلا اكونوا عبدا شكورة؟ ولذلك لازم الهوية دي تكون موجودة والهوية ببساطة بنتكلم فيها عن مميزاتنا وعن قيامنا وعن اسلوب حياتنا ومرجعيتنا ومعرفتنا باختياراتنا وازاي الاختيارات دي تأسست على ايه وعلى اي صفات فينا وبتتكلم عن مميزاتنا يعني احنا ممكن نتكلم عن الهوية الجسدية فيه هوية للرجل الرجل عارف ان هو رجل ذكر عارف ان هو ذكر والانسة عارف ان هي انسة ده جزء من الهوية وكل واحد يبقى فخور بدا الرجل الذكر سعيد ان هو ذكر والانسة سعيد ان هي انسة دي جزء من الهوية كمان فيه هوية عقلية انا ذكي انا استطيع ان انا افكر ففيه هوية عقلية تتعلق بالمنهج اللي أنا بفكر به ففيه هوية عقلية وفيه هوية دينية الهوية الدينية أن أنا معتدل أنا مش متطرف أنا مش متشدد دي هوية هوية دينية وفيه هوية كمان تتعلق بالعرض أنا راجل عزيز النفس محترم ما بتركش قيمي وكمان أنا نجر بستسمر مواردي وراجل حريص دايما على ما ينفعني إيه دا أنت تتكلمنا عن المقصد الخمسة؟ آه يا سيدة بيكلمك عن المقصد الخمسة وكمان أنا أكلمك عن المكونات الخمسة للذات اللي هي الجسد والنفس والعقل والقلب والروح فيه هوية تتعلق بالجسد اللي احنا تتكلمنا عنه وفيه هوية تتعلق بالنفس وفيه هوية تتعلق كمان بالعقل وفيه هوية تتعلق بالقلب وهوية تتعلق بالروح كل دي اللي احنا بنعرف فيه الهوية احنا زمان كنا أقرب شويتين تلاتة إلى التزان وذلك زمان لما كنا حاسين بهويتنا ومتحققين بيها كانت الطيبة عندنا زيادة عند المصريين كانت الطيبة بتجري في علقنا وكمان بتدف شوارعنا وكان كل حاجة بتحكي هويتنا كل حاجة العادات المصرية البديعة اللي احنا حكينا عنها في حلقات التدايون المصري اللي مليانة بحب رسول الله وقبله حب الله سبحانه وتعالى اللي بيتحقق بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمنا لحقيقة دينا بسهولة زي الناس لما كنا ندخل ونخطب فنقولي الحمد لله رب العالمين فبوسوا دي وموشوا ده كأنهم بيحمدوا ربنا على السراء والدراء وزي ما كان عندنا احترام لحقوق الإنسان ما تعلمناش من غيرنا على فكرة احنا لغاية دلوقتي ممكن لو رحت في الجمالية ورحت في الأزر الشريف في طرقات الأزر الشريف تشوف كده حاجة كده مجوف عارف ده بتاع ايه دي مساقل الكلاب احنا احترامنا حقوق الحيوان وده احنا ما تعلمناش من غيرنا بس احنا نسينا أصلنا نسينا ان احنا سقينا الكلاب وسقينا القطط في الشوارع اقول لكم حاجة احنا سقينا الطيور في السماء تيكيت ابو الدعب دي مكان في تيكيت ابو محمود ابو الدهب ده مكان للغلالة اللي بتاكل فيها الطيور من السماء وحتى في العمارة المعماري عندنا مكانش بيبني وبس مكانش بيزين المباني ده كان بيحط معاني الخشب اللي انتوا شايفينه ده ده شيء المعاني من الجمال والزخارف اللي موجودة على المنابر موجودة على حطان المساجد والجوامع والبيوت كلها مليانة قيم يا سلام وانت بتشوف المشربية والمشربية بتقولك شوف يعني ايه ستر حاجة تخليك تشوف وما تتشافش ايه الجمال ده وحاجة تخليك جمان الستر ازاي يكون مغموس في الجمال هي دي المشربية فكان عندنا خصوصية بتمتزج بالجمال وليه لما بنقول ان الكلام عن الهوية مهم دلوقتي عشان احنا شايفين اولادنا بيتعاملوا مع ايه من وسائل الاعلام المختلفة وده بيأثر في شخصيتهم زي مثلا ما نشوف نلاقيهم بيتفرجوا على افلام الكارتون الغربية اللي بيتخلي اولادنا يشوفوا اه انا هتكلم بجد انا فكرة مش هازكت يعني هتكلم بجد لانه اللي احنا شايفينه حاجة فوق الوصف احنا عندنا عندنا حاجات وعندنا منصات مفيش فيلم فيها الا وبيتكلم عن الشزوز لكن كمان ان اولادنا وهم يتفرجوا على الكارتون كمان يشوفوا القضايا دي يشوفوا قضايا الشزوز وكأنهم بي وكأن احنا بنحاول نعمل تطبيع مع الشزوز ده ممكن يسبب الترباط لاطفالنا ويخليهم مش فاهمين يعني ايه اللي هوية الجنسية ويخليهم للأسف في ازمات احنا مش مستعد لنا ومش هي دي هويتنا هنلاحظ كمان ان احنا بقى عندنا تراجع في شعورنا بالانتماء للوطن في قلوب أولادنا بقى النشيد وبقى الأغاني وبقى الحاجات اللي تتكلم عن الأرض وتتكلم عن العرض ما بقىش موجود وتعلمنا زمان ان احنا ازاي نحافظ على الأرض وان الأرض عرض ونحفظها حتى بدمنا وشوف فقى اللبس شوف اللبس حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما ييجي يكلمنا عن اللبس يكلمنا شوية قيم عن اللبس ازاي اللبس بيرتبط بقيمة البساطة والتواضع لكن مايرتبطش بالقبح مايرتبطش بالعري احنا عندنا مشكلة اللبس المقطع اللي احنا شوفنا دا دا حاجة ما بتعبرش عننا حاجات كتيرة جدا 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 ما بتعبرش عن هويتنا احنا محتاجين نراجع تاني هويتنا كل اللي وصفنا دا انا ما بحبش لفظ الصراع الحضاري لكن احنا واضح ان احنا متجاوزين عن هويتنا بعض الناس بيستخدموا تعبير ان احنا منهازمين حضارية بحبش دا بس احنا مش بمفاعلين هويتنا بشكل صعيح التماهي وهو دا اللي كان حضرة النبي اصده بان احنا نمتنع عن التشبه بالاقوام الاخرى يعني ما نتماهاش طب واحد يجي يقول لي طب ما احنا عايزين نستفيد بالعلم اوه عتكون تفاكر ان كلامي دا بدي تكلم عن العلم دا جزء من الهوية ان انت تكون تستفيد بالعلم بتاع الاخرين وتستفيد كمان بالتكنولوجيا بل انت تشاركهم فيه انت عشان تشارك لازم تكون عارف انت مين لازم تكون عارف هويتك ولازم تشارك بمكمنات هويتك لكن تنسحب كده زي الاعمى مش هو دوت معنى الانسان الحضاري انسان الحضاري انسان بينطلق من المعرفة ولذلك الله سبحانه وتعالى يعاننا شعوبا وقبائل ليه تعارفوا المعرفة لازم احنا كمان نساهم بالمعرفة ونقدم معرفة حدش يجي يقول لنا ما تقدمش معرفة انت تكون مستهلك للمعرفة وبس لا هويتنا هتطلع معرفة ربنا امرنا بته لانه امرنا لتعارفوا واحنا هنتعارف هنطلع معرفة وعن يعيش بيها معرفة بتعبر عنا احنا هاملنا معرفتنا باصل من قصولنا وهي اللغة العربية فبقينا عاملين كده زي الحاجة المائعة الحاجة اللي ملعاش طعام مش قادرين نحس بهويتنا برضو عيطلع حد لما نيجي نتكلم ده يقول لك يعني انتو مش عايزين نتعلم اللغات استغفوا الله العظيم انا في حقيقة يعني ما شفتش حد من الناس اللي تحضروا فرطوا في اخي في لغتهم ولا فرطوا في هويتهم انت عايزنا نفرط في ده ليه عايزنا نيجي زي ما بيقول كده فجاءت بيكلم عن لغة العربية بعد ما مزقت نقول لك فجاءت كساوب نضم سبعين رقعة مشكلة الألوان مختلفاتي حاجة ملعاش طعم يا رجل ده احنا كنا طول حياتنا بنقول ان احنا المصريين قدمنا نموذج مبهر للعالم كله جلنا المحتل واحنا اللي لعبنا في لغته مش هو اللي بوزننا لغتنا وجايين بقى أرخص الأتمان الآن نفرط في لغتنا وده برضو حاجة تخلي الإنسان برضو في بلادة محت وضعت ثقافتها لأن لغتها ضعت لما جالها المحتل واحنا دلوقتي بنبيع لغتنا برخص ده برضو حاجة لازم تكون قدامنا مش عشان ناخد العلم من مصدره يبقى نعمل ايه يبقى نترك لغتنا وبعضنا بيقبل على اللغات فعلا من باب التعلم بس بيغفل على أنه يرسخ في أولاده وكمان يزرع في أولاده حب اللغة العربية أنهم يتربوا عليها لأن اللغة دي تجزء من هويتهم من لغة الأم حتى هم بيسموها اللغة الأم ليه لأنها بتقوم بدور زي ما بتقوم بي دور الأم أنها بتعرفه أنت مين بتعلمه القيم بتعلمه الأخلاق وده معناه أن أنا بقول أن اللغات الأخرى بتعلم أهلها القيم والأخلاق وبتقربهم وخاصة اللغة العربية اللغة العربية من اللغات اللي بيصنفوها في الأمم المتحدة لأنها لغة مقدسة لأنها مرتبطة بكتاب مقدس يبقى احنا لازم نعرف المسألة دي وأن اللغة هي سبب الانتشار الأفكار وعشان كده لازم نتمسك باللغة العربية لأن على فكرة التفريط في اللغة العربية أولوكم مفاجأة من دراساتي وأبحاثي فيما يتعلق بالتطرف على فكرة التفريط في اللغة العربية كان أهم أسباب التطرف يعارف ليه؟ لأن المتطرفين عارفين أن اللغة العربية فيها حاجة اسمها حقيقة ومجاز وهم مش قادرين أن يفهموا عمق الدين فمنعوا المجاز عشان ما يمشوش بالعمق ده عشان يخلوا الدين مسطح ولذلك تلت صفات للعرف بهويته والمتحقق بيها إن هو بصير فهو بصير بحقيقته وبأصله وبموطنه وبدينه وبلغته منفتح بالتزان ومنفتح على الكل ولكن بالتزان منفتح ينتفع وينفع ولا ينمحي ولا يذوب إيه ده؟ ده عاقل ده ده الحياة كلها محتاجين وفي نفس الوقت إيه؟ منتج بإبداع ورشد هو متمسك بيهويته وبينتج ينتج ويبدع بماذا؟ برشد أنا عايزة أسألكم سؤال مش لغاية دلوقتي بيجي الناس اللي بيجوا يزورونا هنا في مصر ينبهروا باللي عملوا أجدادنا الفرعنة عشان عملوا حاجة مختلفة بتعبر عن هويته وبينبهروا بكمان بالأثار اللي عملها المسلمين كمان عشان ده جزء من هويتنا احنا هويتنا مليانة تفاصيل عارفوا هويتنا عاملة زي إيه؟ عاملة كده زي الفرسافيسات عاملة زي الأشياء المغزولة الهند ميت مليانة جمال فكل ما هنرجع لهويتنا كل ما هنقدر ننضيف لغيرنا شعور الإنسان بضيع هويته بيسبب له شعور بالفراغ وإنه هو ملوش قيمة فلازم يراجع الإنسان هويته عشان ما يتهش لأن الدراسات بتقول إن الأفراد اللي فاهمين هويتهم بيكون عندهم قدرة وعندهم ثقة بالنفس يقدروا يعملوا إنتاج ده غير مشتتين اللي هويتهم ضيع بيكون عندهم قدر من البلادة والاستهتار وبيكونوا منعزلين ومليانين حزن وكآبة عارفين اللي هويتنا لما ضاعت عملنا إيه؟ بينا كائبين وفقدنا أهم سمة من سمات الشخصية المصرية الفرح حتى في الدين على فكرة إحنا كان المصريين أحلى حاجة في تدينه من اللي هو تدين فرح لدرجة أقولك تعرف تعرف اللي هويته إزاي إن أنت لما تدخل مكان الناس تعرفك كنا لما نيجي نزور حضرة النبي كل الناس يقولوا دولا مصريين عارفين ليه؟ لأن السلطات كانت لما تدخل على حضرة النبي كانت تزغرت عارف ليه؟ لأنه إما شايفين حضرة النبي فرح فكان التدين عندنا مرتبط بالفرح نفرح بالمواسم فيه واحد قال لنا إيه ده؟ الدين عندكم زيطة كده ليه؟ الدين مش عندنا زيطة الدين عندنا فرح هي دي هويتنا الدين كان عندنا بسيط الحاجة سويرة كانت بيبقى ليها معنى الطبق اللي فيه أكل اللي بيدور علينا كلنا كان هو ده أحد معاني الحب وأحد دولي الحب اللي بتوسع القلوب وتجمع القلوب كلها على طبق واحد بتختلف ألوانه زي ما احنا بنجتمع على وطن واحد وين اختلفنا مع بعض على فكرة الهوية ما بتمنعش أن الناس تتنوع بل هي اللي بتحفظ تنوع الناس لأن مع ما تنوعنا بنجتمع على الهوية بتاعتنا طب نعمل إيه عشان نحافظ على هويتنا أول حاجة نعلم أولادنا هويتنا وأول ما نعلمهم نعلمهم أول ركن من أركان الهوية أن احنا عبيد لله عبيد لرب بيحبهم وأن احنا اتخلقنا عشان نعبده ونعمر ونزكي ونربيهم على حب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه في الحياة أول حاجة في هويتنا عبيد بيحب الله ويحبوا الرسول ويحبوا الحياة أول الله ويحبوا الحياة ده جزء من هويتنا لازم نعلم أولادنا ده وبنحقق ده بإيه بالعبادة بنعبد ربنا في كل حاجة في الأكل في الشرب في العمل في كل حاجة الناس اللي قالوا لنا ما تقولوش العمل عبادة العمل ده وتنعمل فيه إيه لما ربنا قال وقل اعملوا فسير الله وعملك نعمل إيه نخلي العمل مش عبادة وربنا يشوف العمل ده يبقى إيه اللي أنت بتقوله ده إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يطقنوا عبادة هو يا ابني فالعمل عبادة لو كان بتضيقك أن العمل عبادة طب العمل عبادة لو بتضيقك العمل عبادة طب العمل عبادة أنا مش بقول كده عشان أضيقك عشان أعلمك أعلمك حاجات كتيرة أنت حاولت تشوه هويت الناس فيها الناس كانوا منتجين وكانوا صناعية زي الفل ربنا يسمحك يا أخي اللي أنت خليت الناس فاهمين إن فقط العبادة هي إن الناس تصلي وتقعد بالساعات في الصلاة وتسيب أشغال الناس لاي العمل عبادة وإحنا بنعبد ربنا بكل حال عارف؟ احنا بنعبد ربنا بالفرح العبادة اللي أنت ما تعرفوهش يا نيكة دي ليه بنعبد الله بالفرح؟ ربنا اللي أمرنا كده قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخيرهم مما يجمعهم احنا بنعبد ربنا بالفرح بالتفاؤل لكن اللي أنت ربيت الناس عليه من النهاء أنتوا زي بتفرحوا زي بتفرحوا عندكم الآخر مرة واحدة زي الشخص الدور الرجل الشخص اللي كان طالع الكئيب ده ونفرح ليه لما كلنا هنروح للتراب حسبه الله ونعمله كيف ربنا يقول لنا يفرحوا لأن أنتوا في نعمة وانت عايز تغمنا لا يا سيدي مش هنعمل كده هويتنا أن احنا بنحب ربنا وهويتنا أن احنا بنحب الحياة لحب ربنا لنا وهويتنا أن احنا نفضل نحب ربنا يبقى أول حاجة لازم احنا عبيد وعبيد ماذا عبيد ربنا بيحبنا وخلنا قريبين منه فعنعيش نعبده ونعمر وإيه وكمان نزكي أنفسنا وإحنا بنحب ربنا سبحانه وتعالى تاني حاجة احنا بنهتم بتعليم اللغة العربية وببساطة وبسهولة مش هنعقدهم ومين قال أن احنا لازم نعلمه النحوة علموهم مفردات يا أولاد علموهم التعبيرات الجميلة علموهم أنهم يعبروا ببساطة عن لغتهم وبلاش حكاية التقاعر اللي بتخلي الناس تبعد من اللغة العربية لكن في عبارات لطيفة كل اللي انتوا سمعتوه من الشعر ده وكل اللي انتوا سمعتوه من الغنى فعجب الناس وابتدوا يعملوه كله جاي من اللغة العربية انتوا لغاية دلوقتي حتى في أغانيكم حتى في الرب حتى في الأغاني اللي انتوا بتغنوها النقلات في التعبيرات ديت وجمال التعبيرات اللي انتوا بتشوفوه ده جاي من اللغة العربية فتعلموا اللغة العربية اللغة العربية فيها موسيقى اللغة العربية بديعة اللغة العربية بتخلي الإنسان متزم بطبع اللغة العربية لو ما كانتش فيها كل هذه الأسرار والجمال ما كانش ربنا نازل بها القرآن فلازم نتعلم ده ولازم نتعلم اللغة العربية فيها مرح وممكن كمان نتعلم معها التشارك والرحلات ونعمل حاجات مزيج عشان نعلم اللغة العربية بطريقة مختلفة كمان نهتم بإننا مع أولادنا نكشف ملامح ويتنا من خلال حاجات كتيرة جدا 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 زيارات بشكل دوري الأماكن اللي بتصح فيه ملوية واتفهمهم حضرتهم ماينفعش واحد يبقى مصري ومش عارف تاريخه مش عارف أجداده الفراعنة ومش عارف ثقافته ومش عارف كمان الجمال اللي عملته الحضارة الإسلامية ولا الجمال اللي كمان عملته الحضارة القرطية كل الكلام ده لازم نعرفه لازم نعرف الثقافات المختلفة احنا مصر دي عميقة مصر دي جميلة ومصر بتقدم نموذج في فهم الهوية الهوية بألوانها الجميلة الهوية بالعيش الرحيم وده لازم نعلمه لأولادنا كمان لازم نرب أولادنا على حاجة مهمة بعد كده نريد نرب أولادنا على ايه بعد ما ربنا أولادنا على انهم يستفيدوا من الثقافات الأخرى وانهم يتبادلوا المعرفة كمان نرب أولادنا على معايير مهمة جدا نربيهم على القيم وان القيم مركز في هويتنا وانهم يتعرضوا لإيه؟ للأشياء بمعايير منظور قيمية ايهوا تخلوا أولادكم ما عندهمش منظومة قيم من وقت للتاني يسألوا أولادكم انتوا ايه لأكتر حاجة بتفرحكم وبتحسسكم ان انتوا عندكم القيمة وعلموهم حتى لو كانوا بيحبوا الفلوس وبيحبوا المكسب علموهم من الفلوس والمكسب دي جاي عشان يبقى عزيز النفس جاي عشان يبقى حنين جاي عشان يبقى رحيم جاي كمان عشان يبقى بيدير المال برشادة يبقى ايه؟ المال ده جاي عشان نكون أصحاب رجد علموا أولادكم ازاي يربطوا الحياة بالقيم مش هتخسروا حاجة لما تعملوا لأولادكم تمرين صغيرة تعلموها الرفق بالحيوان وتعلموهم كمان الرفق بالانسان وتعلموهم ان عدم التنمر ده جاي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وجاي كمان من قوله تعالى وقولوا للناس حسنة عربوا أولادكم على القيم وخلوهم يعيشوها وعلموهم ان القيم قوة لأنها اتصال بالقوي علموهم ان القيم مدد من عند الله تخلي الإنسان لا بيخاف ولا بيهاب لكن في نفس الوقت هو حاسس بالوصل بالوهاب يا رب اجعل أيامنا ولالينا كلها بتكشف عن وصلنا بيك ونتلزز بهويتنا ان احنا عبيدك وان احنا بنعيش في حضرتك بما تحب وبأنوار القيم والأخلاق اللي وصلتنا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الخلاق صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفاصل نجوب على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تؤسر اشتركوا في القناة